اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من بيروت اليوم ضيوفي النائبة دكتورة غادة أيوب عضو كتلة الجمهورية القوية أهلا وسهلا فيك دكتورة والستاذ الأولى شماس أمين عام الهيئات الاقتصادية أهلا وسهلا فيك السيد شماس بنا نبلش معك لو سمحت دكتورة من موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة السيد محمد راعد حكي أكثر من شغلي بس الموقف الأخير هاي شواليفي بدي ردك وبيدي رد الأستاذ الأولى شماس إلى أي مدى يؤثر على الدورة الاقتصادية كل من يرقص يغني يفرح أنا عم زيدها شوال يذهب إلى البحر يساهم في تدمير لبنان لحديث هون وصلنا أنا اليوم جاي عم دمر لبنان من الأمتيجي بما أني جاي من البحر وعملي برونزاج فللأسف يعني ليش طال هذا الخطاب بهذا الاتجار للأسف هل طريقة التخاطب بين اللبنانيين من رئيس تكتل ومن نائب زميل بقلب المجلس النيابي عم بنروح عم نشوف على التخاطب عم بيعني يتجه لمنحة فيه استقواء وفرض حرب بالقوة وفرض معادلة جديدة وهوية جديدة للبنان لأنه اليوم الخطاب اللي تناول فيه نائب محمد رعد الموضوع التعويضات والمساعدات وغيرها من الأمور لإلا علاقة بالحرب الدائرة بالجنوب اللبناني مساندة لغزة أنا بعتبر إلا شئين أول شئ عم يحكي بطريقة واللي هي يعني تتنافى مع هوية لبنان مع وجود لبنان لأنه اليوم الخطاب اللي ظهر فيه واللي بلشت فيه حضرتك بأنه البحر ولا السهر ولا حب الحياة وحب أنه نحن عطول نكون عم نروح على إعطاء مزيد من الأمل ودفعات وجرعات لإنماء الاقتصاد واللي تعويض عن الخسائر اللي نحن صمنا أربع خمس سنوات بحال حكومة غير مسؤولة لم تقوم بأي يعني إصلاحات لحتى تخفف على العبق على الشعب اللبناني منلاقيه عم بيروحتها يضرب صورة لبنان اللي بعدها لليوم مستمرة بفعل نضال الكتاع الخاص بفعل إيمان اللبنانيين بأنه لأ نحن بدنا نعطي صورة مشرفة وفي أمل بأنه لبنان قادر يقوم من الكبو اللي هو فيه تاني تاني منحة واللي هو وكأنه عم بيسقط على كل من يجب أن يكون في لبنان يجب أن يكون في محور الموت والقتال والحرب الدائمة يعني عم بيجرب يعمل لللبنانيين صفة مجندين للموت الدائم فيه خدمة غزة فيه خدمة سوريا وفيه خدمة غير قضايا أنا ما بعتبر النهار اللي أعلن اليوم ونائب محمد رعد هيدا الخطاب هو ناسي أنه من أعلن الحرب بـ 28 هو حزب الله وهيدي سابقة لأنه قبل كان يكون في عنا اعتدائيات ويكون في فعل مقاومة هالمرة أبدا كان بصريح العبارة هذه حرب هي مساندة لغزة ولحماس هي ليست خدمة للبنان وليست دفاعا عن لبنان أو لتحرير الأراضي اللبنانية لصر لهم سنوات متمسكين بسلاحهم تحت إيدلهم عندهم شرعية وجودهم من هون بدنا ننتقل من خطاب وتنقرى ما بعد هذا الخطاب هل هذا الخطاب هو اللي بدنا نروح عليه برئيس جمهورية اللي بيحمي ظهر المقاومة واللي بيغير هوية لبنان واللي بيفرض على كل اللبنانيين إما الانصياع لهكذا صورة من لبنان وإما بدون يخرجوا من لبنان هذا أنا بعتبر أنه هو منحة آخر بالتخاطب وريفقوا كمانا بهيك الصورة الإجمالية المنحة الجديدة اللي عم يتبعوا كمانا سماحة الشيخ أبالين بالخطاب مع بكركي وما مننتهي بباقي الأمور اللي عم تجنح تتروح بطريقة جديدة بالتعاطي بين الفركاء والشركاء بنفس الوطن السيد الأولى الشماس حضرت الدكتورة غداية تحكيت عن منحة آخر من التخاطب يعني إذا ما ننقرش ما قاله السيدة محمد رعد حط المقاومات التي يبنى عليها الاقتصاد اللبناني سياحة مطاعم شواطئ جزرة يعني كل المقاومات التي تجذب الثياح اعتبرت هذه المقاومات تدمر لبنان تساهم في تدمير لبنان شو قراءتك؟ أنا كراءتي الاقتصادية أنا من شي جمعتين كنت كمان على البلاتو هون عمقول إنه باللبنان نحن عم نعاني من سكيزوفرينيا اقتصادية بمعنى إنه تحت سمى لبنان بنفس الوقت في مساكنة غير طبيعية بين اقتصاد حرب واقتصاد سلم ونحن طبيعيا كهيئات اقتصادية دورنا إنه نوسع مساحة اقتصاد السلم ما أمكن مشان تنخليها البلد واقف على إجراء ونحن نعرف إنه من مئة سنة لليوم هوية لبنان الاقتصادية هي الانفتاح الرفاهية الاستجماع مشان هيك منشوف إنه الاستهلاك هو المحرك الاقتصادي الأول بلبنان هالأمر كان صحيح قبل الأزمة وصار بعض أصح هلأ لأنه بكل الاقتصاديات العالم عندك أربع محركات الاستهلاك الاستثمار بعدين عندك الانفاق العام يعني انفاق الحكومة وبعدين عندك ميزان الميزان التجاري آخر ثلاثة تراجعوا بلبنان لسبب أسباب مختلفة ما في مجال نحكي فيها هلأ نحن اليوم الاستهلاك يشكل ملايا كل عن 85 بالمئة من الناتج القائم في لبنان وانت فيك تستهلك سلع مثل نحن كتجار ونحن نحن كتير شاطرين بتسويق السلع وبيع السلع في لبنان نحن من أيام الفلكيين لتاريخ اليوم وبالمقابل انت قادر كمان تسوي خدمات الخدمات عائد مين عائد الكتاع السياحي الكتاع السياحي لعي بدور القاطرة المشهد له من كل دول العالم من الأبعدين قبل الأقربين انه مثلا سنة الالفان وتلاتة وعشرين وتحديدا الصيف الماضي هو رفض لبنان بعملة صعبة بمبالغ وفيرة وهذا أدى إلى أو ساهم في إرساء استقرار سعر الصرف وفي لأول مرة من سنة الالفان وستعاش انه يكون في فائد في ميزان المدفوعات وحتى انه الكتاع السياحي قدر يرجع يرد من الخليج ومن مناطق أخرى خمسة عشر ألف شاب لبناني كانوا هاجروا بعد انفجار المرفق وغيرها فإذا العالم بتحب تجي إلى لبنان مش بس عم نحك عن السواحة وإخوان العربي اللي فيه كمان عوائق سياسية عم تمنعون اللبنانيين المغتردين هني بحبوا طلقائيا يجوا على لبنان إذا من البطرون لصور طيب مصور هونيك كمان بكل المناطق اللبنانية فيها الروح للحياة وهي هذه رافض للاقتصاد أنا شو بكون استفدت إذا الأجنب بطل يجي على لبنان أو المغترب أو إذا المقيم اللبناني بطل يصرف هذه ما بتساعد سياسيا ما بتساعد عسرك عسكريا ولكن بالتأكيد تساهم في الانهيار الاقتصادي من هون نحن جهيات اقتصادية موقفنا السابت هو أنه لازم الاقتصادي ضل شغال بلبنان تحت أي ظرف من الظروف ونحن منعتبر أنه الموجودين مش كافيين لازم بعد نبحث أنه نجيب ناس أكتر إلى لبنان وأساسا وزير السياحة بأول الشهر في عنده مؤتمر جامع مشان تنشوف واستكشاف الطرق الجديدة مشان تنجذب عداد إضافية من الناس إلى لبنان فنعم بدنا نظل نعيش بدنا نظل نصرف لأنه هيدا إذا نحن ما عملناها لسه محلها هي بتعطل دورة الاقتصاد وإذا تعطل دورة الاقتصاد تتعطل دورة الحياة في لبنان هلو بس يعني كمانا توضيحا أهل الجنوب مثل ما تفضل صور الخيزران الأسمية وغيرهم في عندك منتزهات وقتلات ويعني حركة اقتصادية تتبلور نهار اللي في سياحة نهار اللي في مختاربين بيجوا بعيدوا أو بيزوروا أهليهم واليوم هيدا الفراش دولار اللي بفوت على السوق اللبناني هو اللي بيقدر يوقف شوية صغيرة الاقتصاد على إجراء كل فترة يعني احنا مننطر عيد الفطر عيد الأطحى عيد الميلاد عيد الكبير مننطر فترات والصيفية تنقدر نكون عم نعود الخسائر اللي عم نكلا فيها بس لكن هذا الخطاب هذا النهج هيدا العملية الممنهجة لعطول تصوير لبنان بأنه هو في حالة حرب إن كان مساندة ولا إن كان مع مع النظام السوري ولا لا ضد ما بعرف مين كل الوقت في عنا رسائل عم تعطي وجهة وتفرض وجهة على لبنان تتضرب مزيد من الاكتصاد بس هون لأنه أنا اللي بقلك يا لأنه الاكتصاد الشرعي واللي هو مقوناً بالبنان نسبته أقل من أربعين بالمئة صارت فإذا اليوم حزب الله ولا غيرهم منه فرق مع هم إذا دربت السياحة ولا التجارة ولا المطاعم ولا القتلات فرق معهم لأنه اكتصادهم هو اكتصاد على الاكتصاد النقدي هو الاكتصاد غير الشرعي اللي هو موجود اليوم بظل عدم وجود مصارف بجول بظل عدم وجود أي طريقة لي يعني إعطاء تحفزات وحوافز للكطاع الاكتصادي لحتى يرجع هو يقدر ينمي حاله فمن هون هاي دي الصورة منا بس على لبنان اللي هو البترون وجبال وجوني وغيرها من المناطق وبيروت لا اليوم مجنوب بحاجة أهالي إنه يستقبلوا ويقدر يكونوا عم بشاركة يقدروا يصندوا وإلا اليوم ما بقى عم بيكون في عندهم أي بوادر صمود بالمنطقة لأنه ما حصولهم الزراعية ما عم بيقدروا يصرفوا غير الحرائق اللي هي عم تاكل ملايين الأمطار من الأراضي غير إنه ما بقى عندهم لا سياحة ولا تجارة فهوني عنا مشكل كتير كبير ما حدا عم بيدوي عليه بالمناطق في تعتيم إعلامي يعني مشكورة الامتفي عم تكون عطول في عندها صراخات والليلة بعتقد بالليل فيه تقارير عن المنطقة بحلقة صار الوقت شو عم بيصير معهم وكيف عم بيقدروا يكملوا لكن الدولة غائبة غائبة كليا عن هؤلاء الأبرياء المدنيين اللي بس إنهم بدون يدفعوا تمن إنهم هني خلقوا ربيوا بجنوب لأنه في حدا خاطف الدولة بقرارة الاقتصادي والمالي والسياسي الاقتصاد الشرعي المكوناني اللي حدرتها حكيت عنه دكتورة غادة يعني من بعد انهيار القطاع العام حضرتك كنت عم لبنان مبني على القطاع السياحي لبنان مبني على القطاع التجاري الخاص نعم القطاع الخاص فيه هناك أيضا خلينا نروح على صلب الموضوع فيه محاولة أيضا لضرب القطاع الخاص من خلال انهيكوا بكم هائل من الضرائب الجديدة يلي مش عم نعرف كيف ستصرف وأين ستذهب صحيح هو متل ما تفضلت استيسفادي فيه يعني مجموعة من الضربات أكلناها من 4-5 سنين لهلأ نحنا ما رح نرجع قبل الـ 2019 لأنه آخر اللي صار آخر كم سنة مكفينا خلينا نبلش نقول أنه يلي فتح ويلي شرع أبواب التهريب هو عملية الدعم عملية الدعم يلي كانت يعني ما كانت مدروسة بالخالص ومتل ما يعني بحسب رئيس الحكومة بالذات قال أنه ربع الدعم راح للأماكن المفروضي رحلة و3 ربع راح لخارج الحدود والأماكن وللمستفيدين فلبنان بين الـ 21 و 22 تحول إلى منصة للتهريب الدولي يعني البارتي طبعا المهربين بالعالم كانت بلبنان بهذاك الوقت يعني كانت السلع تظهر لبرا وفرجيتوا أنتوا أكتر من مرة على شاشات الـ MTV كيف وصلت على أفريقيا وما بعد بعد أفريقيا يعني السلع المدعومة من لبنان فهيدا جعل أنه الاقتصاد الأسود يعني صار تضخم وعبى احتياط بالأموال والفريش دولار بالوقت يلي الاقتصاد الشرعي عم بدوب وهيدا كله تزيمن مع كورونا وتزيمن مع انفجار المرفأ فبتشوف أنه صار فيه أن كودو سيزو يعني بتشوف أنه الاقتصاد غير الشرعي طلع تلوع بالوقت يلي الاقتصاد الشرعي نزل ونحن بالتجارة مثلا خسرنا 50% من الطاقة التجارية ومن البنية التحتية التجارية من سنة العشرين لتاريخ اليوم بالوقت ذاته بتشوف أنه ازدهرت زبدك كل معاقل التجارة غير الشرعية بالأول كانت خروجا من لبنان هلأ دخولا إلى لبنان لأنه بالوقت ذاته في قوانين كانت تحمي القطاع التجارة ما التجاري مثل مثلا قانون يلي بيرعى أو المرسوم الاشتراعي طبعا السبعة وستين يلي بيرعى خلينا نقول الوكالات التجارية وغيرها الغوة في شي يسمى قانون المنافسة قانون المنافسة منافسة أصدروا اليوم بدون أي مراسيم تشريعية ففلت الملأ على الآخر يعني اليوم التجار الشنطة صاروا أقوى من التاجر هذا منحة يصاري كان مسيطر على هذا أكيد كان في منحة يصاري مسيطرة زيد على هالشي أنه وجود النزوح السوري والكاش دولار لك هالعوامل الثلاثة عندك كانت الدعم بعدين عندك النزوح السوري وعندك بعدين هال يعني هالفلتين الموجود من خلال الدولار ايكونامي أو الكاش ايكونامي هذه كلها جعلت أنه فلت الموضوع الآخر وكيف تصير المنافسة بتشوف أنه الشغل راح لهون بدل ما يروح لهون والدرائب يجت لهون بدل ما تروح لهون يعني الدرائب عم تفرض على يلي عم يخرب بيته ويلي عم يعمر بيته ويعي يعلى حيثه معفى من الضرائب هلأ بموضوع الضرائب خود مثلاً الدولار الجمركي هيدا طالنا بشكل مباشر يعني بالكتاع التجاري ارتفع ستة لاف بالمية ستة لاف بالمية الدولار الجمركي هيدا طبعاً اللي تحمله أساساً هو المستهلك وطبعاً لما المستهلك مرهك هيدا الكلمة اللي استعملتها استثفادي بطبيعة الحال الكتاع التجاري هو مرهك لأنه نحن الوجين للعمل الوحدي فإذا اليوم البلد صار على الأحضان نجي اليوم مع كلها التكاليف العالية نجي اليوم نضرب النشاط ما تبقى من نشاط اقتصادي هذا بيكون في قضاء حقيقي على الاقتصاد الشرعي المتبقي في لبنان ونحن كهيئات اقتصادية يلي من مسل الكتاع الخاص الشرعي لن نقبل بأنه هالمشعل يلي نحنا حاملينه من مية سنة لليوم أباً عن جد أنه يهوى على أيامنا هالشي لم يحصل ونحن راح نظلنا نكافح مشان الاقتصاد اللبناني يضل واقف على إجراء في عملية منظمة دكتورة غادة أيوب لضرب هذا القطاع وأنتم كمجلس نواب ككتلة نيابية برلومانية كيف عم تقدروا مشين بالتراند أو عم تقدروا تصدوا حضرتوا عم بيقول ستة لاف بالمية يعني شي مخيف جدا فيه رقم خيالي خلينا هون يعني ما بحب أنا كون عم اشتغل على نظارية المؤامرة لكن أيامات عدم فعل الشيء هو متل كأنك أنت عم تعمل شغل ممنهج يعني عدم إجراء إصلاحات من أربع سنوات لليوم عدم اكتمال الإصلاحات المطلوبة من الآي أم أف من صندوق النقد عدم إجراء فعليا ركابة وضبط للحدود وللمعابر غير الشرعية واللي تخفيف من المنافسة غير الشرعية بين الاقتصاد الشرعي والاقتصاد غير الشرعي وانطلاقا من الموازنات اللي ما عم تعكس فعليا الوضع المالي المزبوط للدولة اللبنانية هو كله عم يجي بسياء أنه نحن بمواجهة مستمرة مع طريقة إدارة هذا البلد وإدارة المال العام اليوم كتكتل جمهورية قوية نهار اللي كنا رفضنا التصويت على موازنة 2022 رفضنا أنه يعطونا موازنة 2023 شكلية بآخر السنة حتى يكونوا عم يعملوا براءة زمة لكل اللي صرفوهن خلال 2023 وصلنا على معركة حقيقية كانت في 2024 في شئ جربنا باللجنة المال والموازنة أنه نحن نضبطه واللي هو توحيد المعايير اللي وفقا لإله تم زيادة الرسوم ونتيجة انهيار سعر العملة وتثبيتا للسعر اللي هو 89 ألف لكن فعليا هيدا المواجهة ما وصلت لأنه يصير في عنا موازنة يعني شفافة واضحة وبتقدر تكون عم تخفف من مزاريب الهدر والفساد وتكون عم تجيب مكلفين اللي هني منسميه نحن بالعلم الضريبي مكتومين يعني اللي هني بالاكتصاد غير الشرع لا الاتجاه اللي عم تجي فيه وزارة المالية وهلأ عنا تحدي وأنا كنت عم نشوف مع الهيئات الاكتصادية ومع كل الناس هلأ عم بحضروا موازنة لـ 2025 اليوم عنا تحدي إذا بدوا يرجعوا يجوا بذات الفكر وذات النهج اللي يجوا فيه على مجلس النواب واللي هو من قبل وزارة المالية ومن قبل الحكومة بأنه الهدف والرؤية الوحيدة كيفية جلب إيرادات الزيادة ومدخيل الزيادة للخزين اللبناني من دون أي رؤية اقتصادية أو حتى دراسة شو تبعات وتأثير هاي الدرائب على الاستهلاك على الاقتصاد على القدرة الشرائية وبيوظل وجود قطاع عام مهترق الناس تعبانة إن كانت بيه الجيش ولا كوى الأمن ولا بالقطاع العسكري والأمن أو موظفين الدولي واليوم ما فيه يمشي قطاع خاص من دون ما يرجع القطاع العام يرجع يوقف على إجراء يرجع يكون بالدوامل وبالإنتاجية المزبوطة فإذا إذا اليوم عم بيحضروا موزنة 2025 أنا لليوم ما وصلني إذا بعت وزير المالية تعميم فيه مثل العادي أرقام يعني مثل ما عم نعرف أنه قالوا للشباب بالوزرات بل شو حضروا موزنة 2025 عادة يبعد تعميم بيقول فيه شو هني توجهات الحكومة شو هي الرؤية الاقتصادية شو هني نسب التضخم والنمو وغيرهم المتوقعين وعلى أساسهم بدون يبلشوا حضروا موزنات هل يحتاج إلى محلة 23 و22 لأنه اليوم نحن أمام خسائر مباشرة وغير مباشرة تديجة هذه الحرب المعلنة اللي هي مساندة لغزة في عنا تعويضات بلشوا بي أرارات بمجب الحكومة اللبنانية بدأت اندفع هوا كلهم من موازنة الدولة اللي هي طالق طلعوا أعلن وعملوا فيها انجاز بالالفين واربا وعشرين إنه هي سفر عجز لكن فعليا هني بس يقولوا ويطمنوا المجتمع الداخلي والدولي بأنه أنا ملح روح على استداني لأنه ما في حدا استاذ فهادي نحنا قبل كنا وقتا بيكون في عجز بالموازنة شو بيعملوا يتدينوا ويفتحوا اكتتاب بسندات خزينة اليوم مصر في لبنان ممنوع عليه بقى أنه هو يدين الدولة دونك سندات خزينة ما حدا لح يكتتب فيها وبالتالي إذا في عجز هلأ بقلب الموازنة منهم قدرين يغطوا يعني نتيجة الالفين واربا وعشرين بدون يفتشوا من وين بدون يغطوا وراحين على موازنة بالالفين وخمسة وعشرين على الأكيد في عجز لأنه اليوم الخسائر اللي بدا تنتج بقى نعمل الإحصاء الحقيقي من بعد ما تخلص هذه الحرب وإن شاء الله تخلص من دون ما يكون في حرب مباشرة على لبنان نبقى بهذه الحرب المساندة أنا بعتقد أنه الرقم لحيكون كتير كبير لأنه لحديث اليوم التقديرات ومنى بعد رسمية هالتقديرات وبيقدر يكون عم بشاركنا الأرقام هي يعني عم نقول ب2 مليار وبالتالي 2 مليون وبالتالي الأرقام عم تتخطى ببعض الأحيان طريقة تخطيطها من الموازنة المحلية وبالتالي درائب والرسوم على قطاع عم بينهار عم بقل لك وصل على الحديد عمين بدأ نفرد درائب عموظفين الدولة اللي عم ناخد منهم درائب تندفع تعويضات لأهالي مقاتلي حزب الله أنا من وين بعد بدي أدفع درائب من وين بعد بدي أجيب ناس تدفع لدرائب أنا بعتقد يمكن إذا بدي أتجي هالموازنة بحيصير في عسيان ضريبة وهيدي صرخة عم نسمعها أنا اليوم ليه بدي أشتغل لأنه في مطالبة دايما أنه ليش ما بنعمل عسيان لأن هؤلاء الأموال اللي عم ندفعها ما عم نعرف وين لا هلأ أصب ما عم نعرف بلشنا بلشنا عم نشوف بوادر بأن الحكومة اللبنانية اللي ما أخدت قرار الحرب أخدت قرار بأنه تاخد من احتياط الموازنة تتعطي مجلس الجنوب تمجلس الجنوب يدفع تعويضات إلى زوية الشهداء واللي هني تندفع مرة وحدة هالتعويضات لكن يدفع للأهالي والأطفال ولذويه هود والشهداء بندفع لهم كل العمر استشفاء وطبابي وكمانا بالمدارس والجامعات فإذا اليوم في الحكومة أمام تحدي ولازم تطلع تصارح اللبنانيين إذا اليوم هي بدأت روح على سياسة فرض بزيد من الضرائب وزيادة معدلات الضرائب وين عم تذهب هالدرائب هالمضطر كل لبنان كل لبنان استاذ مش بس لبنان غير الجنوب حتى بجنوب في ناس تحت بالدولة وبيدفعوا ضرائبهم وملتزمين كل لبنان بده يتحمل طبعات حرب هي لأنتجة غير الدمار والتهجير والنزوح من جنوب لبنان فهون المعضل يعني التحدي اليوم هالحكومة مطلوب منها تطلع تصارح اللبنانيين أي موازنة هي بدأت تعملها هيد الموازنة اللي بدأت تعملها من مين بدأت تاخدوا المصاري من جنوب اللبنانيين المقامنين بهالدولة ولا لح تروح توسع بنطاء المكلفين وتفرض منع التهريب تفرض منع التهرب تروح على ملاحقة يمكن هاضي يعني هاضي الحضر ملاحقة كل الأمور إذا بتسمح لي عقب على هالكلام كلام الموازنة أساسي جدا هي الحكومة بتجي بتتسلح بموقف صندوق النقد لأنه باقتراحات صندوق النقد في شي لك هالكلمة الخبيثة ما بيقلك تاكس انكريز بلف لف على الموضوع يعني بده يزيد العبق الضرائب على اللبنانية الحكومة بتجي بتتسلح مثل كأنه كلام منزل هيدا من قبل صندوق النقد ومش عم بيفهموا إنه الكتاع الخاص الشرعي الضغط الضرائي بإعلام مبأ بنحمل لو إنه عم بيتوزع على الكل بيمشي الحق حلق نحنا فينا نقول هيدا موضوع المكتوميني لذكرته الدكتورة غادر نحنا عم نعاني منه من قبل ما تبلش الأزمة ونحنا يعني عم نجي نحط كل إمكانياتنا بتصرف الدولة يعني التاجر المكتوم أنا بيأزيني أكتر من أي إنسان آخر هو هيدا مش تاجر بس هيدا عدوي بالنسبة لأنه عم بيقتلني وعب يقتل التجار يلي هني تحصل الشرعيين أتبقى خلينا نقول أيضا مش اليوم في موضوع النزوح السوري اللي مش عم نقدر نتخلص منه طيب الشرعيين يا خي اللي بدون يشتغلوا خي يتقاضوا منهم ضرائب بلشوا بفرض الضرائب على المواطنين السوريين الشرعيين وكان بالحري غير الشرعيين غير الشرعيين ما جالب نردهم عبلادهم ولكن يلي موجودين في لبنان وعب يحتلوا حيز كبير من سوق العمل وعب يشيلوا الوظائف اللي هي أكتر وأكتر صارت اليوم وظائف راقية بالمجتمع اللبناني خيدفعون مثلهم مثل اللبناني يعني ما ممكن يكون عندهم إذا بدك الميزات بلا ما يكون عندهم التضحيات من مال تاني هلأ موضوع المالية مثل ما قالت الدكتور غدا اليوم أعطيت مثل تعميم للوزرات كلها إنه مع نهاية أيار الماضي قولونا شو هي حاجاتكم بس ما كان فيه رؤية إنه مثلا قديش نسبة التضخم قديش النمول الاقتصاد المتوقع نحنا شو رايدين إنه نحقق سنة الخمسة وعشرين نحنا اللي بدنا نحققه إنه تضل يعني هيدا تكون موازنة إنقاذية وموازنة توسعية نرجع نوسع الاقتصاد اللبناني بس بقدر ما يعني انتقادنا الحكومة أنا بدي بس تجل نقطة إيجابية لصالح وزارة المالية شو هي أخذتها بحق التجار وأنا كنت حكيت عنها هون على البلاتو بالأم تيفي من ثلاث تشور وهي إنه بسبب التخبط المالي والنقدي وقفت خدمة التاكس ريفون استرداد الضريبة على الإيمان المضافي اللي بتقدمها مؤسسة جلوبال بلو بعد جهة جهيد يعني بعد سنة وشوي رجعنا حصلنا على إعادة تفعيل هالقلية هيدا ربطا بالكلام عن إنه نحنا بدنا نكون جاذبين للسواح السواح بطلوا يجوا على لبنان لأنه من بين باقي الأسباب إنه لبنان صار أغلى بين لالي وضحاها أغلب 10-11 بالمئة من مكان من سنة فهيدا رجعنا حطيناها على السكة بس حبيت أولى أنصافا لوزارة المالية لأنه مش هايين تجي تطلب منهم بيضهروا أموال بالوقت اللي هني عم بفتشه كذلك عم نحكي عن التاكس ريتورن يمكن حضرتك عم تحكي كمان في قصة التيفياء هل كل العالم عم تدفع تيفياء أو لا هل كل العالم كمان عم تدفع ضرائم مثل محالة حضرتها دكتورة كل الناس عم تدفع ضرائم مرة سمعنا الوزير جوني قرم إذا مني غلطان قال وانا بحيي على هالجرأة تبعيته والصراحة قال إنه 60% من المكلفين المحتملين يزين كونوا خضعين للتافئة مش عم بيخضعوا له 60% مش عم بيلتزموا مش عم بيلتزموا مش عم بيخضعوا يعني منهم منظورين الوزارة مش شيفتهم بهال بهالمعنى هيدا فإذا أكيد فيه تهرب كبير وبعدين بالقوانين القائمة أنت عندك مثلا سقف معين قبل الأزمة كان مئة ألف دولار خلينا نقول كل شي تحت المئة ألف دولار ما بيصرح عن تافئة بيقولوا لك إنه هاي بتكركبه ومنه قادر وكذا صارت يتفتح شركات مثل الفطر توصل على 99 ألف تسكير ويفتح شركة تانية وثالثة ورابعة وعشرة يعني هيدا الشغلة صارت صارت يعني مضحكة مضحكة مبكية إذا نحنا بنعرفون هيدا للأساليب كله قبل ما يزيدوا يعني ريشة على المكلفين لما يحكي عن المكلفين بيحكي عن مؤسسات وعلى الأسر لأنه في كتير ضرائب بالطال الأسر بيستهلاكهم لازم يروحوا على أبواب التهرب والتهريب الضريبي هيدا الأساسي اللي هو لازم وبالوقت ذاته على اللطة النفاءات لازم تظل مضبوطة ضروري يعني أنت لما بدك تدوزين الموازنة بدك تزيد الإرادات وتخفض النفاء طيب بس اللي عم يحكي يعني كأنه عم نقول من هلأ أنه لالفان وخمسة وعشرين الموازنة لأنه وزارة المالية غائبة عن اتخاذ أي إجراءات بيقلولك أنه ما عنا موظفين يقدروا يعملوا الرقابة ما عنا موظفين قدرين يكونوا عم بمارسوا يحدوا من التهريب والتهرب وبالتالي يلاحوا المكتوبين عنا ثلاثمية وخمسين بالقطاع العام ثلاثمية وخمسين ألف يمكن أو أكتر شوابشي عجرتالي نافعة مسكرة العطارية مسكرة وكل الأمور اللي هي بتجيب مدخي للدولة مسكرة وكل هالأمور هي لو سمحتوا بدأخذ بريك قصير نرجع من كف مشاهدينا بريك قصير ونعود لمتابعة بيلوت اليوم أهلا بكم مشاهدينا في متابعة لهذه الحلقة من بيروت اليوم ضيوفي النائبة غادة أيوب كتلة الجمهورية القوية والأستاذ نقولى شماس أمين عام الهيئات الاقتصادية أستاذ نيكولاك نحن نحكي عن من يدفع الضرائب والرسوم النائب قاسم هاشم قدم اقتراح قانون معجل مكرر إعتاد أبناء الجنوب من الضرائب والرسوم ورخص البناء نحن نحن نحكي عن في مناطق كانت تدفع خلينا نقولها بصريحة إبارة مناطق تدفع أكثر من مناطق قطاعات تدفع أكثر من قطاعات في ناس لا حيلة لها ولا جمع بما يجري في الجنوب يعني من خلال من أخذ قرار تدمير أو تسبب بتدمير الجنوب نحن أمام معضلة أساسية لا شك أنه أهالي الجنوب بحاجة إلى مساعدة نهيك عن التعويضات لأهالي الشهداء وعملت صرخة غدا أيوب بهذا الإطار ورد عليك بالمناسبة أستاذ محمد راعد لا ربحين جميلتكم ولا للإثام إذا بدك نرجع نحكي عن هذا المؤمن للأسف هيدا شو؟ يعني من ممكن من قادر اليوم يتحمل هذا الأمر ألا بلبنان ما حدا قادر يدفع ضرائب عمليا ولكن أنا يعني بكل صراحة بدي أحكي لما مثلا صار فيه انفجار مرفق بيروت تجي شركة الكهرباء بعد جمعتين ثلاثة الدم بعده على الطريق طالب العالم بالفوتير هيدا شي صاد أنا بشوف كمان إنه إذا اليوم الدولي أنا هيدا رأيي الشخصي مش عم بيحكي بإسم الهيات رأيي الشخصي إذا يعني هل يعني راح قداش خمسمائة شهيد خمسمائة شخص خمسمائة ضحية خمسمائة قتيل سميهم مثل ما بدأ وبالوقت ذاته الجنوب أو منطقة المواجهة احترق حريق وتدمري يعني بأماكن تشبه غزة والخسائر بالمليارات فإذا أنا شخصيا ما بنصدم إنه يكون فيه قانون لرفع الضرائب لفترة معينة وحتى بعد يعني مساعدات من خلال الهيئة العليا للإغاثة لمؤاذرة أهل الجنوب أنا هالشي حتى ابن الأشرفية أنا ما بفجأني هذا الشي لأنه بقدر ما اتفاجأت ومصدمت كيف إنه بإنفجار المرفق وبالمناسبة ويقول لازم يكون فيه مساواة بين اللبنانيين مش معقول إنه ما حدا جبنوا كباية مي لأهالي بيروت يلي تلتت دمر سنة الألفان وعشرين نهيك عن دفع تعويضات وغيرها فهيدا الشي مش مقبول أنا مع إنه كل منطقة من كوبة إنه تجي الدولة اللبنانية توقف حدها هيدا من باب التعاضد الوطني هيدا اللي بيصنع وطن هيدا اللي بيصنع بلد يعني من هون بدو يبلش إنه عدم التمييز أنا بالنسبة لإلي عدم التمييز هو المعيار الأساسي أنا ما بدي فوت بالاعتبارات السياسية مين بلش مين ما بلش أنا بالنسبة لأيلي بشوف اللبناني عم بعاني أكان بالأشرفية أو لصمح الله بمناتق تاني أو بجنوب أنا بشوف إنه دولة بدأ تجي توقف تقاذروا لأنه هيدا إذا بدك شرط نح أنت بالجنوب استفادي بعاز بحاجة لخطة مرشال ميني خطة مرشال لترجع تقوم بالبلد لأنه إذا ساعدت الجنوب توقف عجراء هيدا عنده ارتدادات إيجابية على باقي البلد أنا هيدا نظرتي على الأقل من الناحية الاقتصادية برجعبول دكتورة اليوم الاقتراح القانون غير واضح يعني لا في دراسات بتقول قديش عبقوا على المالية العامة يعني هيدا اليوم الإعفاءات من كل الدرائب ومن كل الرسوم ومن كل الأمور اللي هي حياتيا كان كهرباء ميت إنترنت ولا رخص بناء ولا درائب مباشرة وغير مباشرة ما في عنا أي دراسة يجي على مجلس النواب مترافقة مع هكا هون اليوم اللي عم يحكي الصرخة هي مضبوطة بمطرح معي نهار الدولة اللبنانية هي عم تقوم بهيدا الحرب وبالتالي ليش اليوم هون بدي روح شوي على شق قانوني اليوم كل العالم تحكي بأنه قرار الحرب والسلم ليش نحط قرار الحرب بالسلم بالدستور بيد الحكومة وبدو أكترية ترتين لأنه مش هي عملية أنه بس أنا أخذ قرار تأهجم هي عملية أنا نهار اللي الدولة اللبنانية بتأخذ قرار الحرب يعني هي بدأتكون عام لكل التجهيزات المالية والمادية واللوجستية تتقدر تدعم هالحرب خلال الحرب ومن بعض الحرب من تعويضات من إعفاءات من حوافز وغيرة حتى ما تكون عام تعمل حرب مدمرة للاكتصاد ولا للدولة اللبنانية اليوم قرار الحرب اتخذ من خارج هذه الحكومة مثل ما أعلن رئيس الحكومة وبالتالي طبعاتها هي على الدولة وعلى الموازنة من هون إذا عم نجي نفتش نحنا شو بدنا نعمل إجراءات لأهالي جنوب المدنيين الأبرياء اللي فردت عليهم هذه الحرب أنا أكيد مع بس بغير إطار اليوم أنا أنا ما في روح على بس أنه أنا كون بنت جنوب بس إذا أنا اليوم تحكي بالضرائب لأنه مفهوم الضرائب غير عن الوضع الإنساني اليوم إذا أنا على الهوية من الجنوب بس أنا مؤسستي ببيروت هل يتم إعفائلة لأني من الهوية بجنوب إذا أنا اليوم موظفي بالدولة وبيخد معاشي بغض النظر إذا اشتغلت ولا ما اشتغلت هل أنا معفاة من الضريبة إذا أنا اليوم بس من الهوية بجنوب مؤسستي ما تدمرت بمناطق ما تدمرت هل أنا معفاة من الضريبة من الكهرباء والماء والتليفون والإنترنت طب ليش ما صار هيدا الأمر كمانا بانفجار المرفع فإذا الكلام وكأنه الجنوب والجنوبيون هني معفايين لا ما نحنا قبل بحروب صارت قبل إن عفت المؤسسات المدمرة من دفع ضرائب على خمس سنوات وصار في إعفاءات معينة فإذا عم يوقف ضد أهل جنوب هو خاطئ فإذا لازم نفرق لازم نفرق اليوم معايير الضرائب والرسوم هي غير المعايير الإنسانية والتضامنية مع والحس الوطني لا أبدا في فرق اليوم مش كل واحد جنسيته يعني مش جنسيته هويته الجنوبية يعني معناته قاعد وعم يشتغل كل يوم بجنوب في ناس بتطلع ويقاند في ناس بتطلع بس بالصيفية في ناس شغلة ومراكز عملها هي ببيروت ولم تتضرر إنما تضررت مثل كل اللبنانيين بطريقة غير مباشرة فمن هون في فصل بهذا الموضوع وهذا القانون مثل ما هو مطروح مثل ما هو ما حطط له أسباب موجبة هو شامل لا يحمل أي تقويل وبالتالي بدوا يعملوا إعفاءات كاملة وعم بيقولوا لللبنانيين أنه انتوا كلكن يا لبنانيين اللي عم تدفعوا درائب مش اللي ما عم تدفعوا درائب بتكون تحملوا جنوب كمان لأنه هيدا جنوب قررنا نحن يكون عم بيكون هو رسائل لا حزب الله بضمن محور معين هيدا الأمر لا لح نرفضه بالسياسة وبالتطبيق وما لح يكون بطريقة لأنه عم نرفض وأنا عم بحكي اليوم نائب عن جزين وعن دائرة جنوب الأولى وأكتر حدا عم ندفع من جزين ومن صيدة ومن شرق صيدة ومن الزهراني عم ندفع أسباب أو نتائج هذه الحرب غير المباشرة اليوم تطلع على منطقة مثل مثل منطقة جزين ومنسميها عروس الشلال كمان جزين بحد زيتها ما في عنا سائح ما في عنا مطعم ما في قطلات عم تنحجز ما في أبدا تنقدر كتجارة يقدروا يبيعوا محصولاتهم ومنطجاتهم صيدة كمان بالضربات اللي عم تتوجه بلشت عم تطالة كمان وعم تطال كل الأحياء اللي فيها ففي خطر في عنا كمان ضربة للاكتصاد فما فيك تجي تقلي أنا أنه اليوم كل أبناء الجنوب معفيين من كل شي وصاروا هن خارج الدولة هيدا لح تعمل نقمة زيادة على المجتمع الجنوبي والعكس ما لح تولد تضامن لح تولد شرخ تشنج لأنه اليوم النهار اللي بيطلع بيقلك ما في أعمل انتخابات بلدية من دون جنوب ما في أنا أفصل الجنوب بس فجأة فيك تفصل الجنوب تيصير هو خارج إطار الدولة بكرار الحرب وتيصير كمان خارج إطار الدولة بعملية تمويل خزينة الدولة لا في فرق لأنه اليوم تمين فهم خطابنا أنه هو خطاب ضد أهالي جنوب لا بالعكس أصلاً اتدمرت مؤسساته ما هو ما بقى لح يدفع ضريبة واللي راح على هذه العملية ما لح يدفع ضريبة بدي أنطلق من كلمة قالتها سيد غادا أنه فيه يمكن غموط في أشياء تتوضح أنا برأيي هذا شعار أكتر من غير شي لأنه الضريبة تستوفى أكتر شي على الجمارك وعلى الضريبة على الإيم المضافة يعني عن سعيد المستهلك يعني بفوت مستهلك على محل أو على سوبر ماركت أو هكذا هذا بتعفيه وهذا ما بتركب القصة هو هذا موضوع شعار يلي أكتر شي هو بيتطبق هو الضريبة على الدخل على أرباح المؤسسات التي تلقى أيام تكون موجودة بالجنوب بس هيدا إذا بدك نحن عم نركز على الشجرة مش عم نتطلع بالغابة هيدا اللي صار الحجم الأضرار ألا بدك تميز بين الأضرار وبين الخسائر الأضرار هي التكسير والبساتين الاحترقت والبيوت الدمرت الخسائر هي الخسائر الفائتة أو المداخيل الفائتة على الاقتصاد مجموعهم بالمليارات نحن بحاجة لأموال من الخارج لو شو ما عملنا باللبنان مش هتقدر تأمن واحد بالمية من حاجاتك مش هناك بده يجي باكت جديل يعني انتخابات رئاسية موضوع الجنوب جيبنا نوقف الحرب بجنوب وبعدين كلها سوا هيدا بده يجي دولة خليجية كبيرة مثل السعودية مثل قطر أو اثناناتهم سوا يجوا يحطوا على الطاولة تماما من مثل ما بدها ترجع تنبنى غزة بده ينبنى جنوب اللبناني هيدا يفوق تقاطنا بكتير كتير وهيدا الموضوع لازم يبلش نحكى فيه من هلأ مش هنهاك نحن بس بدنا نقول انه نحن عم نعاني من المشاكل الأخرى اذا هلأ يعني درنا فعلنا الدورة المؤسستية انتخاب رئيس تشكيل حكومة نرجع نشبك نحن مع العالم العربي لكن هذا معطل هذا معطل بس عم بقول نحن علينا على طول طالب على طول طالب انه نحن بدنا اليوم سلسلة من الإجراءات والتدابير لانه لبنان معنى بإعادة شبك ما انقطع من أوصال بينه بين العالم العربي وبينه بين الخليج نحن صرنا بغربة عن الخليج اللي هو الحضن الحاضن من مئة سنة لليوم للبنان فإذا الحل المالي ما ممكن يجي من عنديات اللبنانيين اليوم لبنان بلد مكسور الناتج القائم هو تلت أو خمسة وثلاثين بالمئة من ما كان عليهم لكن هذا بده قرار سياسي أستاذ نيكولا يعني الشرط الوحيد للانفتاح العرب على لبنان هو مبدأ الحياد مشين هيك عم نقول أنا الأوان إنه نفتش على السلة نحن بيحاجي للسلة لأنه اليوم فلت الموضوع من إيد اللبنانيين شو هي السلة السلة اللي عم أقول لك يا أنا بالنظرة في عندك موضوع الحرب إنه نشوف كيف نوقفها الحرب الموضوع التاني هو تفعيل الحركة المؤسستية بالبلد موضوع موضوع التالث هو موضوع النزوح السوري يلي كان نحن اليوم بدل هالمليار المرتين يلي فرضون علينا على أربع سنين لبنان كان لازم يكون قادر يفاوض على مليارات من الدولارات لأنه البنك الدولي عم بيقول إنه كلف لبنان تقريبا مئة مليار دولار بيجوا بيعطوك عاشي اليوم مليار دولار معيبة هذه القصة وموضوع الرابع هو اقتصاد الكاش والاقتصاد غير الشرعي نحن أنا بشوف فكايات اقتصادية في عنا أربع ورش عمل قدامنا اتنين وطنية وسياسية وستراتيجية واثنين اقتصادية هولي كلهم بيوصلونا مطرح مست غادة ونحن حابين نوصل لشاطئ الأمان مش نتناقدر نبني اقتصاد عن حق وحقيق ما بدنا ندلنا لأننا اليوم عب يفوتونا بزركة عب يحطونا بباتلياك والقلة عب تولد النقار بين الناس نحن بدنا نطلع منها على الجو الأرحب ونشوف شو الحلول الكبيرة نجي نطبق لكن هذه السلية اللي عم يحكي عنا بدأ قرار السياسي لا بدأ أي رئيس جمهورية سوف يتم انتخابه لأنه اليوم إذا أنا لح أرجع جيب رئيس جمهورية مصارد بربوط لبعض الحرب أم الرئيس أم الرئيس أم الرئيس لا مش هيك اليوم مش حيال رئيس جمهورية اللي حيجي يعطيني هيد السل إذا أنا رحت على رئيس جمهورية لأنه عم يحكي عن دير باكت جديل مع الدول العربية والانفتاح وغيرهم اليوم إذا عم بحكي عن رئيس جمهورية لا محور الممانعة أكيد ما لح يكون في لا انفتاح ولح يكون رايحين على مزيد من العزلة ولح نروح لمزيد من الانهيار إذا رايحين على رئيس سيادة إنقاذة يحفظ حياد لبنان وسيادته ويكون عنده تطبيق الدستور هو يعني النهج اللي بدوا يتبعوا ساعتها مكون عم نروح على حل جزري لكن فعليا مثل ما شفنا مقاطعة المكون الشيعي من لقاء بكركي هو بادرة كتير يعني إلى تبعات ومعاني لأنه اليوم من يدعو إلى الحوار لم يذهب إلى حوار ولقاء روحي موسع وهيدا دليل على أنه وعم نرجع على ذات الخبرية يا بتمشوا باللي نحن بدنا يعني نحن ما منمشي بشي ولا منتحوركم بشي زيت أنا شفتها بزيت الصورة يعني شفت مع حفظ الألقاب يا سليمان فرنجية يا ما في انتخابات رئاسة جمهورية تعطى نتحور بس سليمان فرنجية هو الأساس لأنه هيدا مرشحنا واليوم منقال زيت الشيلا بكركي يا أنه أنت بدك تغيري خطابك وتمشي بخطاب بناسب محور الممانعة يعني نحن لحن قاطع وهن قاطعوا فإذا هالرسائل ما بتبني بلد ولا بتعمل دولة ولا بتعمل عايش مشترك العايش المشترك مش مش زمية وأنا هيدا هو اللي عن جد صار لازم كلنا نحكي فيه اليوم التغني بشعارات عايش مشترك وددامهم وطني وغيره ما فيه يكون على حساب كرامتي وعلى حساب قراري وعلى حساب هويتي وعلى حساب وجودة وكيانة لا ما بتزبط اليوم بدون يعرفوا انه هني بدون عندون شركاء بهيدا الوطن التحاور واللقاء بدون يكون على سوابت هذا الوطن وكيف قام هيدا الوطن بدون يغيروه ساعتا يطلعوا يخبروا بس بهالطريقة وهيدا النهج هيدا عنده دلائل تنتمسك أكتر نحنا كقوة معارضة انه رئيس يحمي زهر المقاوة لن يحصل هيدا الانتخابات لن نقبل بانه يفرضوا علينا لا حوار ولا اي طريقة يكملوا بالنهج اللي هني مكملين فيه لانه هيدا النهج هو اللي عم بوصلنا لكل اللي عم نوصله من مزيد من العزلة واليوم اللي نفكر انه ما طلع على بكركي هو عم يعزوا الباقي المكونات أنا برأيي عزل حاله لانه الصورة الجامعة اللي عطتها بكركي وهالصورة الحلوة رجعت ذكرتنا بقيامة لبنان الكبير اللي هو فعليه كتير انتقادات بس بزيت الوقت هني اليوم هالمرة أقصوا حالهم ما حدا أقصاهم يعني السلية اللي عم تحكي عنا السيد نيكولار وصفتها في انقسام كتير كبير بين المكونات اللبنانية أو بين طيارين لبنانيين طيار يناشد ما تقوله وطيار آخر رابط هيدا القصة بانتخابات رئيسية أو انتخاب الرئيس الذي يريده يعني نحنا ندور في حلقة مفرغة والعطرة على الناس صحيح طبعا أنا ما هنفوت بالاعتبارات السياسية خلينا بالاقتصاد خلينا بالاقتصاد نحنا فرق السياسة الاقتصاد بيحكي بلغة وحدة هلأ مثلا لما بيجي أنا بتصدفوني بيجي بيحكي باسم التجار بيحكي باسم كل تجار لبنان لأنه هن فوضوني أحكي باسمه أكان ببيروت بطبيعة الحال أو بجنوب أو بالجبل أو بجزين أو بترابلوس أو بالجبل وين مكان فإذا المعاناة بكل لبنان المعاناة موجودة بكل لبنان وسدق استاذ فادي إذا وسط بيروت عم يعاني بيشعروا فيها بجزين وإذا زحلة عم بتعاني نحنا منشعر فيها بالأشرة فيها هلأد أولا البلد صغير حارتنا دايقة والاقتصاد مشبوك ببعضه لكن السؤال هون استاذ يقول حضرتك ما بدك تفوت بالسياسي لكن السؤال من يغذي هذا المنح الذي وصل إليه لبنان أنت عم تحكي عن التهريب عم تحكي عن الدعم عم تحكي عن تجار الشنطة عن الاقتصاد الكاش مين عم يحميه مين عم يحميه هذا الاقتصاد الذي يضر بالاقتصاد الصحيح الشرعي المقاول يلي عم يحميه غياب الدولة غياب الدولة اللبنانية هي مأساة يعني اليوم هيدا يلي عم بيصير في لبنان انهيار الدولة اللبنانية هيدا بيتدرس بالجامعات بكرة لأنه لا يمكن أنه بلد ووطن يقوموا في ظل غياب دولة وغياب مؤسساتها يلي عم تسقط تباعا فبالعودة للكلام اللي كنت عم تقوله عم تشوف انه عم بيصير فيه انهيارات متتالية الدولة بعدها نروح على الكتاع المصرفي والكتاع التجاري والكتاع الصحي والكتاع التربوي كلهم مع بعضهم فإذا هيدا يعني أكبر حليف يعني يلي بده يدرب لبنان هو غياب الدولة اللبنانية مشان هيك يعني الباقة با يعني الألف با الموضوع كله إعادة بناء الدولة ومن المسؤول عن غياب الدولة هو هيدا هو طريق الحل بناء الدولة واليوم بلا دولة وبلا قانون نحن اليوم لا عنا اقتصاد ولا عنا دولة وهيدي للأسف أنا بالعكس عم بقراها صار بدون تكون الدولة في خدمة الدولة وهيدي الكارسي اللي عم تصير ما في دولة بالعالم الدولة بدأ تشتغل تتمول كل قرارات اللي بتخذها الدولة الموجودة فيها والمسيطرة على كل المؤسسات واللي هم أنت شغلة صارت الدولة تعمل لصالح الدولة هكذا هيدا اللي عم نشوفه اليوم اليوم كل قرارات الدولة يعني اللي هي الحكومة اللبنانية هي زاهبة باتجاه أو خليها نقول طمع نحمل كتير مخطوفة لخدمة المحور وبالتالي نحن اليوم في عزلة كبيرة مع المجتمع الصديق والمجتمع اللي هو كل عمر وقف حد لبنان من المملكة العربية السعودية لغيرة من الدول العربية وفي عزلة لحنصير أكتر كمان مع الاتحاد الأوروبي وغيره في ظل كل التهديدات اللي عم بتصير واليوم ما فينا كمان ننسى أن نحن وجايين في عدة دول عم تطلب من رعاياها أن مغادرة لبنان أو عدم التوجه إلى لبنان ونحن موعدين بصيف على أساس يقدر يكون شوي صغيري واعد للأسف يعني بينها مروجة المطار وبين الهدهد وبين تهديد أبروس وبين تهديد الاتحاد الأوروبي عبر أبروس واللي كله من خارج إطار الدولة لكن الدولة ساكتة وبتبرر عجنب وبتبرر من تحت وبتبعت وزير خارجية للأسف غياب الدولة عم ندفع حق وكلنا كاللبنانيين وينما كنا على الأراضي اللبنانية الآن وغياب الدولة إستيس فادي مرات الدولة بتكون حاضرة بس غائبة بنفس الوقت كيف الآن آخر تسعة عشر سنة من سنة لألفين وخمسة نص الوقت مضي يا ما في رئيس يا فرلماما بيجتمع يا عندك حكومة تصريف أعمال أما معيار آخر فهو من لألفين وتسعة عشر لليون صار أخطر أزمة مالية من مئة سنة لليون معطوفة على مصرفية نأدية اجتماعية كلها ومصر فيه ولا حل مصر فيه ولا قانون إصلاح هيدا رهياب الدولة الدولة لازم ترجع تبنى على قصص صلبة مشان هاك أنا الأولوية الثانية بعد إيقاف الحرب كنت عم بقول انتخاب رئيس مش بس لإيجاد شخص سيعد أصر بعبدة إنما لتفعيل الدورة المؤسستية باللبناء وإعادة بناء الدولة إذا افترضنا إنه كان فيه دولة أنا رح أعتبر إنه كان فيه دولة لشناك عم بحكي عن إعادة بناء الدولة مش بناء الدولة عظيم بس كنا عم نحكي كمان أستاذ نيكولا عن أين أصبح الإصلاح المالي كمان هيدا فيه جزء كتير كبير فيه وجع كتير كبير عند الناس كمان حضرتك قلت إنه مجلس النواب وحضرتها موجودة معنا لم يستطع إيجاد أي إصلاح متعلق بهذا الإطار أنا ما قلت إنه مجلس النواب لأ بسي واضح أنا بحمل المسؤولية للحكومة مجلس النواب قوعة مجلس النواب لأنه هني لصيقين بالناس هني موجودين على الأرض وبيعرفوا شو أوجاع الناس وشو إمكانياتها وشو طموحاتها وشو همومة بينما الحكومة بتشوفها مثل بفضى مثل ما بيقولوا يعني مش معروف ويني مش معروف من هين جايين وأربع سنين إلهم عم بيستعملوا الوصفات جزائتها مش عم بيفهموا أنه نفس الأسباب رح توصل لنفس النتائج منقلهم أنه العطب البنية ويه بكل المقاربة تبعيتهم هي إصرارهم على شطب ستين مليار دولار من الودائع إذا أعلنوا أو ما أعلنوا بالسر أو بالعلن صار الولد الصغير بيعرف اليوم أنه هالحكومة أو المستشارين طبعا أو الحلقة الضيقة طبعا القرار هي تهدف إلى شطب عشرات مليارات دولار من الودائع ونحن كهيئات اقتصادية إلى جانب البرلمان وأنا بدي سجل هون رئيس البرلمان وكل الكتلة النية بما فيها الكتلة الجمهورية الأوية ضد شطب أموال المضيعين لازم الدولة يلي هي مع أحليها بتغيب وتتخبى مطرح ما لازم تظهر تجي ما بتحمي الحالة ولا مسئولية بالإنهيار النقدة بالوقت يلي هي المسئول الأول عن هالتصنامي المالي اللي ضرب لبنان الدولة بدأت تقول أنه أنا مسئولة وأنا رح ساهم إلى جانب مصري في لبنان والمصارف التجارية في إخراج اللبنانيين من هالكبوة المالية اللي نحن موجودين فيها اليوم مشان هيك المأخذ كبير على الحكومة خلي الحكومة تصدر نص مقبول أنا بضمن لك أنه بيمشي بمجلس النواب المجلس النواب هني لسان حال اللبنانيين واللبنانيين أذكب كتير وأوعب كتير من المسؤولين طبعا بس وضيحا للموضوع هيك بسريعا الحكومة اللبنانية ما قدمت لغاية اليوم أي خطة واضحة معتمدة منها مع سلة إصلاحها 100% في شعارات في وراء بتروح وبتجي لكن ما في خطة واضحة ومشاريع أوانين إصلاحية بيقولوا أنه عم بيعدون وكل مرة شو بيعملوا بيكبوا مثل فرسون أو يعني مسودة لهيدا الاكتراح تيشوفوا كيف بتكون ردة الفعل الهيئات الاكتصادية والناس والموضاعين وبيرجعوا بيقلوا لك بيسحبوها بيقولك لأ هاي دمنا هي نحنا بعدنا عم ندرس الموضوع هو طال لدرجة عم بيدوبوا أموال الموضاعين عم بيستنفدون عم بيشوفوا طي يروحوا يمكن على بيل على تغيير معين لكن أنا بدي أكد بس نحنا عم نزلت على شيء اسمه قد يكون وهي حكومة في ناس في ناس أو اكتراح قانون ونحنا ما ناكشناه وما رحنا فيه بالعكس عملنا غير إطار حطينا وسبتنا بالقوانين اللي طلعناها اللي هي بالكابية الكنترول صحيح إنه حماية الودائع والودائع هي مقدسة معركتنا واضحة كتكتل جمهورية قوية عراس السطح الودائع مقدسة ومعركتنا هي حمايتها نحنا قدمنا عدة اكتراحات إنه اللي هي بتقدر توقف الدولة على إجراء من يمنع لكابية الكنترول من اليوم من اليوم الأول أنا بحب بحب قللك إنه الحكومة اللبنانية ومتواطئين معها من بعض النواب كمان هني كانوا بعملية صحبه نهار اللي وصل على الهيئة العامة كان موجود لكن تم صحبه لهذا الاكتراح ومشي بس أصلا شو بعد إله قيمة بعد أربعة سنوات لكن فعليا خلينا نوضح اليوم الموضعين المنهكين اللي مش عارفين حالهم شو بدون يعملوا إذا مصرياتهم لح ترجع لهم ولا لا الناس اللي حاطة جنة عمره كله تعويضاته من قطاع عام ولا من قطاع خاص والكهنا المختاربين اللبنانيين اللي في كتير منهم حطوا مصرياتهم بالبنوكي هون ورجعوا هلأ بلشوا من السفر برة حتى يرجعوا يعودوا هالخسائر اليوم اللي عم نجي نعملوا نحنا نفوت بحرب نرجع نضرب أي أمل بأنه ترجع توقف المالية العامة على إجرية أو نقدر نرجع نطلع الاكتصاد وفوق هيدا كله بدأ نرجع ندفعهم هن زيتهم لهو المضيعين اللي اخترب بيتهم والناس اللبنانيين اللي اخترب بيتهم نحملهم طبعات هذه الحرب أنا برأي لحروح أبعد اللي عم بقولوا نحنا لا الدولة اللبنانية لازم تدفع أي تعوضات ولا الحكومة اللبنانية لازم اللي عمل هيدا الحرب يتفضل هو يعود عن الجنوب وعن الناس وعن المؤسسات وعن غيرها ويدفع هو الدرائب من هلأ على عشر سنين وكل الناس بلبنان بتدفع ولا ضريبة أنا مع هلأدي نروح لأنه ما فيك اليوم تلعب باقتصاد البلد بمصير البلد وإنت تقعد تقول أنا اللي عم دافع عنكم عم نطقكم وإنتوا اللي قام وإنتوا اللي ما بعرف شو وتضرب لي كل علاقات الخارجية اللي سلي سنوات عم ببنية تحتى بس تفرجي لناسك ولا شعبك إنه في بيئة حاضنة لأ معلي أنا بطلب بالعكس نطلب تحميل المسئولية لمن أعلن هذه الحرب هو يعود والحكومة اللبنانية تعطي حوافز لكل اللبنانيين على الأراضي اللبنانية بمدع دفع لا ضرائب ولا رسوم ولا غيره لازم نروح ساعتها هيك بنكون عم نبال نعم المساوي أنا بس بيقول خلاص عن جد إنه كل مرة بدون يحسسونا إنه إذا منحكي ضد الحزب الله ولا ضد الحرب اللي عم بتصير ولا غيره إنه نحن صهيوني ولا نحن مع العدو الإسرائيلي لا ما علي لحد بدوا يحسبنا ولا بدوا يجي يعطينا سكب الوطنية وطنيين ولبنانيين ولا عنا جنسيات أخرى يروحوا يشوفوا هن كيف بدوا يجربوا يأمنوا لباقتن الطمأنينة والاستقرار لأنه حتى هذه البيئة تعبت استيس فادي تعبوا أهل جنوب عن جد أهل جنوب كرمة ومضيافين ومحبين ما بيقدروا إنه يخطفو لهم أرارهم بهذه الطريقة ويصوروا كل حدا ما بدوا الحرب هو ضد أهل جنوب أنا بدي أقوله إنه منشوف إنفيذية بسرحاتي جديدة موضوع الإنقاذ الاقتصادي بوحد الكتل مثلا القوات والطيار القوات عم تحكي بصندوق لتشغيل أصول الدولة والطيار عنده مثل صندوق اقتماني يعني إنقاذ الودائع يعني إعادة تكوين الودائع وتحميل الدولة مسئوليتها نون في قواسم مشتركة أنا اللي عم بقوله إنه مش هناك أنا ببعد عن السياسة لأنه الاقتصاد قادر يوحم نحن قادرين نلاقي قواسم مشتركة من خلال الاقتصاد واليوم تسأل الناس شو هم الأوحد هي معي شتا هي إنه تقدر تتطبط تبعت أولادة على المدارس ما يهاجر أولادة فالاقتصاد هو بمصاف السياسة بقدر معنا هو أهم لكن السياسة يجب تشتغل لمصف الاقتصاد لأنه اليوم السياسة صارت عم بطال الأمن وعم بطال فبقدر ما بتفهم أنا حماسة الدكتورة غادة بالوقت ذات وأنا بدي خليها حدنا بالموضوع الاقتصادي لأنه نحن بحاجة لإلى دورة كتير مهم بلجنة المال والموازنة وبالهيئة العامة مش أنتنا نقدر نمشي بقوانين إنقاذية نقدر نرجع نوقف الاقتصاد على إجراء ونقدر نرجع نكون بالحد الأدنى جزء كبير من الوضاع على اللبناني أنا بدأ أشكركم أستاذ نيكولا شميس أمين عام الهيئات الاقتصادية والنائبة غادة أيوب عضو كتلة الجمهورية القوية أهلا وسهلا فيكم مشاهدين انتهت الحلقة تابعونا بحلقات لاحق إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدين